عشرات القتلى والمصابين في أسوان جنوب مصر والسبب غير معروف جلسة مع الأطراف المتنازعة حضرها رئيس الوزراء وانتهت إلى خطة أمنية شعلة الأحداث ما زالت غامضة حتى للجهات الحكومية التي أصدرت بيانات متعددة فيها بعض من الغموض لدرجة التناقض الداخلية أوضحت في بيان لها أن مشاجرة وقعت بين طلبة ينتمون لقابلتي بني هلال ونبيين من عائلة الدابودية في محافظة أسوان بسبب معاكسة إحدى الفتيات وهي التي أشعلت المواجهات وزارة الدفاع على لسان المتحدث باسمها أوضحت أن عناصر من الإخوان متورطون في إشعال الفتنة بين القابلتين رواية أخرى ألصقت ما يجري بمشاجرات بين عنصار السيسي وصباحي وكيل الأوقاف في أسوان اتهم معلما ينتمي لجماعة الإخوان بكتابة عبارات تنال من شرف القابلتين على جدران المدارس يبقى القول أن مشاجرات الريف في مصر ليست حدثا استثنائيا رغم وصفها من قبل الإعلام المصري بالأعنف منذ فترة طويلة إلى أن الإعلام اتهم السلطات الأمنية بالقصور في تداركها